أنا عارف إن فيه ناس كتيرة جداً مستني النهاردة عندي جزئين في الحلقة قبل ما استقبل نجومنا الكبار اللي حيكونوا معنا النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة الجزء الأول اللي حتكلم فيه مع حضراتكم حيكون شقين الشق الأول حتكلم فيه عن توجيه الشكر لمستر مارتل ناشارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي طيب واحدة واحدة هقول لحضراتكم حاجة بتحصل في النادي الأهلي تباعاً خلال الفترات اللي فاتت أو طول عمرنا بنشوفها في النادي الأهلي وهرجع لكلام أنا قلته يوم الجمعة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم أو دايماً داخل النادي الأهلي النادي الأهلي بيمشي بسيستم معين بسيستم معين مارتل ناشارتي مدير فني له سيفي قوي وشخصية قوية وعمل شغل رائع قبل وجوده في النادي الأهلي مارتل ناشارتي كانت أول مباراة ليه يوم أربعة واحد الفين وتسعة أنا كنت متواجد كان أول يوم ليه أكون متواجد وأتشرف بالتواجد في قناة النادي الأهلي مارتل ناشارتي كان أول مباراة ليه أربعة واحد وجي قبلها بأسبوع تقريباً أو حاجة من يوم أربعة واحد لغاية أول أجازة كبيرة لغاية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية مارتل ناشارتي كان كل بيلعب كل ثلاث يام مباراة كل ثلاث أيام مباراة وكان عندنا كمية إصابات كثيرة جداً وكبيرة جداً جداً خلال هذه الفترة فالأمور ما كانتش واضحة فالأمور لم تكن واضحة كان عندك إصابات كتير مدرب جديد لسه جاي مجموعة جديدة من التعقدات اللي عملها النادي الأهلي خلال هذه الفترة جمب في شهر يناير أصبح هناك مجموعة جديدة من اللاعبين إصابات جهاز فن جديد تمام؟ تمام كل ثلاث يام مباراة وانت بتلعب باسم النادي الأهلي أنت دايماً مطالب بشيء واحد فقط وهو الفوز الفوز بكل البطولات اللي أنت بتلعب فيها خلاص؟ مرت اللي صارت يكمل كل ثلاث يام مباراة كنا في آخر الدوري ثم أصبحنا في المنطقة الدافئة وبعد المنطقة الدافئة في نهاية الدوري خدنا الدوري العام المصري خلاص؟ وبالتالي خلال هذه الفترة بقى دائماً ما يكون هناك تقييم للمدير الفني المدير الفني في النادي الأهلي دايماً بيكون هناك لجنة اسمها عندنا هنا في النادي الأهلي كان قبل كده اسمها لجنة الكرة دلوقتي اسمها لجنة التخطيط والتطوير لجنة التخطيط والتطوير أبدت بعض الملاحظات ولكن خصوصاً بعد مباراة سانداونز عشان نبقى واضحين لجنة التخطيط والتطوير أبدت بعض الملاحظات ولكن لأنها دخلين على ساعتها لو كنتوا تتذكروا لو حضراتكم تتذكروا اللي كان بيحصل ساعتها كان فيه المتشاط حتتلعب قبل البطولة وبعد البطولة وهكذا ومن وجهة النظر أيضاً أن لسارتي كان بيلعب كل 3 يام مباراة وبالتالي ما قدرش يضع لمسته الفنية حتى نهاية أو بداية الأجازة اللي خدها النادي الأهلي ومن بعدها جي لسارتي وكمل وعمل فترة إعداد جيدة في أسبانيا بعد أسبانيا خلاص لسارتي خد كل ما هو متاح لي ترجمة نانسي قنقر